هتبقى تمام وحيطة اشطى يا الله. السلام عليكم. النهاردة كده يا جماعة هنعمل مرب الجزر ان شاء الله. خليكم معنا اما تشوفوا الطريقة بتاعتها هيبقى شكلها ايه? اهو بنبشو وهوت يا جماعة. كمية السكر وانا اكتبها لكم بإذن الله كمية السكر بالضبط. خليكم معنا بقى هنروح على النار بقى كده. شوفوا يا جماعة احنا عملين طريقتين في المرب. طريقة بنحط السكر. نحطين 5 كيلو جزر و 4 كيلو سك. خلاص. في طريقة بنحط السكر على طول او ما بنحطها على النار. نحطنا على النار دلوقت. نعلم بتجازة او. في الطريقة التانية ها جماعة. احنا حطناها من غير سكر. يعني الطريقة الاولية حطناها بسكر. الطريقة التانية حطناها من غير سكر. وهتفضل كده ساعة وبعدين نبدأ نضيف السكر بنفس المقادير ونفس المعيين. شوفوا يا كماعة دلوقتي. بعد عشر دقيقة بالضبط. بدأ الجزر يطلع الميا اللي فيها هو بالمنظر اللي انت شايفينه ده. بدأ المنظر يطلع الميا اللي فيه ده. نسيبه بقى على النار هادية بقى. نسيبه مع نفسه على النار هادية كده. ودايما التقليب. دايما التقليب. تمام. نسيبه على النار هادية كده. وان شاء الله انا اقول لكم بالضبط هنمشين خطوة بخط. اللي فيها السكر لزيلة الميا اصرع. صح؟ اللي فيها السكر شوفوا. شوفوا. يا جماعة دي الوقتي. يعني انا عايز اقول لكم معلومة بقى. اللي انت هتنملوها من غير ما تحط السكر في الاول. شوفوا. ما نزلتش الميا. يعني السكر بينزل الميا من زي الملح كده بالضبط. انما هو السكر ما هنا في الحالة التانية دي. ما نزلش الميا زي بالنسبة التانية. منزل الميا بنسبة بسيطة. وانسيبه برضو على النار هادية. وخليكم معاني. شوف يا جماعة المنظر بقى فضيع. والريحة ما قولوكوش. احنا الوقت الميا زادت. شوفوا. الميا ضعفت ازاي. الميا ضعفت. خلاص. واحنا يعني زودنا النار سنة. على بس بيقوم كده. يقوم كده. يقوم كده ويبدأ يشتغل مع الميا يعني. تمام. خليكم بقى نروح للحالة التانية ونشوف شكلها ايه الوقت. شوفوا يا جماعة. دلوقتي اللي هي الحالة التانية يا جماعة هي. من اللي ما تحطش فقط سكر. ماشا. ماشا. يعني ما نزلتش الميا زي التانية. يعني معنا كده ان دي تجربة عملية. ان السكر فعلا بيطلع الميا اللي في. اللي في. اللي في. الجزر بيزني لا. او في ايام رب بقى انت بتعمل. اه. دي بتشتغل. انها تستغل على الاول على البخار. اه انتما دي بتستغل بقى بترقة تانية يعني هيبقى لها هيبقى طعمها مختلف عن دي يا جماعة. خليكم معنا. التقليب يا جماعة والمتابعة مهمة جدا عشان ما تلهفش منكم انتاح. عشان في الحالة ما تاخدهاش. اه يعني تبقى واي في جنبها يعني. هي شغلها صعبة بس بصراحة هتلاقي حاجة يعني في البيت. معمرها البيت بإذن الله فرما ده انكروسان طيبية. شوفوا يا جماعة بالنسبة يعني احنا طبعا نسا بنتكلم في المربا وفي الجزر. انا كنت جايب شكارة جزر. لقيتها حلوة وسعرها مضبوط تمام. يعني انا جايبت شكارة. والله ما اعرف يا كم كيلو موزنتاش. خمسة وتلاتين جنيه. هي اللي عملت الانفراجة دي في البيت. فانا عايزكم برضو ايه ان شاء الله تبقوا لكم شكارة جزر. فالحتة دي الشوية دول بقى دول هنسلقهم. الشوية دول المتقطعين بالطرقة دي خارج موضوع المربا بس هو قريب برضو منه. هنسلقهم صح يا حجة? بدون سكر. هنسلقهم من غير السكر. وانكيسهم يتحطوا في الفريزل. يطلعوا بقى يتحطوا مع البرتوان في رمضان. يتحطوا مع المانجة. مع امر الدين. هتحطوهم في حيات كتيرة جدا. هتستمتعوا بها جدا. الموضوع ده ان شاء الله يبقى جميل. والفيديو ده هيعجبكم. وانا ورهلكم برضو في وسط الفيديو بازل الله. بس خليكم معانا. شوفوا يا جماعة معلش هي الامور كده دخلت في بعضها بس احنا مش هنطلقبط ولا حاجة. ده برضو من ضمن الشكارة اللي انا اشتريتها. وكنت شاري شوية بسلة برضو همت. بسلة. وقطعنا عليهم الجزر ده وهو متجمد. اهو ده ده الفريزل اهو ده ده درج الفريزل اهو. شوفوا كل سلام طيبين اهو. شوفوا يا جماعة دلوقتي دي كده يجي خمسين دقيقة. شوفوا اللون. الون اللون بقى عامل ازاي بدأت تغلي بدأت تغلي بدأت تتحكم فيه ما ازاي الاول بقى خلاص كله بقى سخل الوقت وبقى بيغلي الوقت. اهو ما شاء الله. لونها بيزدلها يبقى تحفى 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 الله ما صلى على النبي. اهو نروح بقى نشوف ايه التانية. خليكم معانا. هنهدى عليها هنهدى عليها يلا خليكم معانا نشوف التانية نشوف التانية هيا يا جماعة دي المربة التانية هاي يلا حاجة شيء اللي رطى هي الوقتي احنا بنسويها بتستويها على البخار على الهادي يعني شوفوا بإذن الله هنحط السكر امتى يا حاجة هي الوقتي 40 دقيقة بالضبط يا جماعة نسيقق السكر اقليبي تقليب كده ها هنرجع عليها ثانية ان شاء الله لما نسيقق السكر هنبدأ بقى نجهز في الجذر اللي هنعمله اعصير دا يا جماعة اللي من غير سكر هنضع المياه هوات ونضعه على النار بإذن الله النهاردة يقوم الجذر هنقولي ان هذا يقوم الجذر العالمي خليكم معانا هنضع المياه ونغط المياه وبعدين نضعه على النار بإذن الله المية مغطيها يا دوبك كده دلوقتي دولة يا جماعة بقى ايه شوية اشغ سفندي مش بورتقال سفندي يوسف فندي خلاص دولة احنا قطعناهم بالشكل ده وهنسلقهم ثلاث مرات هنسلقهم في المية ثلاث مرات يعني نسلقهم بالمية ونرجع نعملهم في المية تاني ثلاث مرات وعدين نحطهم ايه على نوع من انواع المربة اللي جئوا احنا نوره لكم ان شاء الله احنا بنحطهم خليكم معاني ده بقى يا جماعة للنوع التاني من المربة يعني مش هما نوعين عندنا النوع الاولينا حطنا له سفندي اهو ده نوع تاني هنعمل له عصير بقى عصير بورتقال هنحط الكل كيلو من الجزر كيلو كباية بورتقال لكل كيلو جزر هنحط له كباية عصير بورتقال تمام خليكم معانا برضو هنوره لكم ان شاء الله خليكم معانا في الوصفة الوصفة ممممة جدا وبإذن الله تراملوها وصفة هتعمر البيت يا جماعة هتملاها خير بإذن الله شوف يا جماعة ده المنظر بقى هو بعد ساعة يعني ده بقى الوقت بزرط ساعة شوف يا جماعة المجهود بصراحة مجهود جامد يعني ده بعد ساعة شوف منظره بقى عامل زي ما شاء الله هو برضو هيبقى له طعم تاني يا جماعة هيبقى له شامخة تانية وانا هقول لكم في الاخر بإذن الله النوع هو اللي هو يطلع مية مية اقول لنتو الوصفة اللي هتبقى تعمل هم احنا عمل لها اللي اتنين اهو خليكم معانا وده السفندي اهو إشر السفندي بنسلقه خليكم معانا خليكم معانا هشوفوا المنظر يا جماعة ده بقى اللي هي اللي فعل السكر اللي انضاف له السكر في اللقاء المشروع اللي هشوفوا عمنا ازاي هوا يا جماعة بنوسر البرتوان هوا ده بقى عصير البرتوان اللي هيتحط على النوع التاني يعني ده عصير البرتوان خلاص هبنجهز اذا قالوا عصير هوت خليكم معانا شوفوا شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا كده بعد ساعة ونص شوفوا المنظر بقى رهيب منظر جميل جدا جدا هنضيف بقى ايه نضيف ست كبيات عصير برتوان حطي حاجة برتوان ست كبيات عصير برتوان عصير برتوان عصير برتوان بلدي اهو احطي حاجة معاها عصير لمون معاها عصير لمون اديه لمونتين ومعاها لمونتين يا جماعة يعني ست كبيات عصير لمون معاهم يجي مثلا نص كبية عصير لمون ست كبيات عصير برتوان معاهم يجي نص كبية عصير لمون خلاص ونضع البشرة البرتوان كمان يعني الوقت اختارنا هنا ونضع البرتوان هنا السفندي هنضع في الجهة الثانية اه انا مكلم معاك خلاص يا جماعة خليكم معنا بقى شوفوا يا جماعة هنا برضو بعد مرور ساعة ونص وهو برضو على الجذر دي الحلة الثانية اللي هي هتحط عليها السفندي الجذر استوى هنضيف بقى السوق نضيف كمية السكرة بنفس الكمية يعني بنفس التانية نسبة والتناسب برضو خمس كيلو وحطينا السكر بالمنظر اللي انتم شايفينه ده ونسيبها بقى يتقلب معاك هنضيف حاجة تانية هنا خليكم معنا بقى لما هي تاخدوا تدي كده مع بعض والسكر يبدأ يتجنس معه هنشايفين بالمنظر الجميل ده ما شاء الله اللونها وطعمها لكم معنا شوفوا يا جماعة منظر مجرد ما حطنا السكر شوفوا بما شاء الله المنظر جميل جدا والله منظر جميل 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 شوفوا الجمال هتقولولي بقى طريقة المصانع ولا كلام من ده خالص شوفوا حاجة معمولة في البيت انت عارف يا ايه واحد ياخد بس معلقة كل يوم ويوزع كمان للحباب منه شوفوا شوفوا الجماعة شوفوا يا جماعة حاجة جميلة والله انا وقصوط بيها ها 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 يا جماعة شوفوا نحن غلناها ثلاث مرات كويسين وصفنا مايوتهم ثلاث مرات اه يعني صفنا فيه لغاية عشان المرات هتحمل هيعملوا فيه طعم جامد جدا يا جماعة هنحط بقى عصير السفندي اهو اهو عصير السفندي اهو يا جماعة شوفوا شوفوا عصير السفندي اهو بسم الله اهو اهو يا جماعة بسم الله عصير السفندي اهو عصير السفندي برضو هيتبقى نفس الكميات اللي هناك اللي اخنا قولها قبل كده عشان ايه بطلق بطوش تمام؟ يا طبعا ليسه هيتقعد شوية يا جماعة لازم بقى ايه تاخد غحيطها بقى اه خلاص كده كده بقى يا جماعة احنا هنا اجانة تاني اللي هي بالبرتوان عشان ما اتوهش معايدية اللي هي بالبرتوان هيت هنضيف الهمت كام حبات قرنف الهمت وعود اغفة واضحة خالص وهي عمله طعم بقى وحاجة هنحط دي بس في دي بس ودي اختيار طبعا لو انت مش عاوزين تحطوا ها خلف هنا وشوف تبقى روح اللي بقى كده يالله 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 مع اي حاجة مع اضافات مع عصير بورتوان مع عصير مانجا ممكن او امر الدين هنحطه في كده بقى هنسيبه لما يبرد وهنكيسه ونحطه في الفريزة ان شاء الله وده بورتوان بلدي برضو احنا بوقت الموضوع كله يا جماعة النهاردة كلها يعتبر الموضوع شايد جدا ده برضو بورتوان هنخزنه صحيح زي ما هو كده من غير اي حاجة هنحطه في الفريزة زي ما هو كده ونبقى نطلعه نسيبه ساعة على ما يفك بعدين نستخدمه مع اي مع العصير الجزر بقى مع اي حاجة ممكن تغسل به فراخ ممكن تعمل بط بالبرتوان او اي حاجة زي ما انت عاوز خليكم معينا بقى لغاية ما نكمل فيديو المربة شوفوا يا جماعة الحمدلله اول حاجة النهاردة خلصت الوقتي الموضوع على فكه اخد وقت كبير جدا المربة دي ممكن تكون قاعدة لها ست ساعات او ست ساعات ونص تمام؟ يا بادئين من تسعة لغاية اتنين ونص او اتنين ونص بالليل طيب ده بقى اللي خلص ده الجزر اللي هو بتاع العصير جزر العصير اهو زي ما انت شايفين كده ده جزر العصير ده هو ده كده جاهز الوقت هندخله بقى الفرزر بإذن الله ومعاه كمان البرتوان ده عشان تم طلع كيس من ده وبرتوانتين مثلا عامل احلى كباية عصير بالجزر ما شاء الله ولا حول ولا قوات الا بالله بالهنة وشيف عليكم يا حبيب وان شاء الله هنبقى الوقت هنخلص هنخش بقى على ايه عشان نكمل بقى بقية المربة ونجيب لكم شوارها لكم بعد ما خلصت بإذن الله الحمد لله يا جماعة شوفوا الجمال شوفوا الشكل والطعام والله 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 لما تدقوا الطعم المربة دي يا جماعة ما تشتروا مربة خالص حاجة ما شاء الله ولا حول ولا قوات الا بالله تكلفة تعتبر بسيطة جدا وزهيدة جدا هادي المربة الاولانية اللي هي بالبرتوان دي اللي بالبرتوان يا جماعة والتانية هي جات جنبها هاتي يا حاجة هاتي كده شوفوا الجمال اللهم صنع عنك شوفوا المنظر واللون بقى طبعا هي هاتي المفروض تتعب في بغطمنات ازاز تعب بقى في بغطمنات تعب زي ما انت عاوز وبالفة هنا وشوفها على قلبكو حاجة ما شاء الله والله جميلة وطعم طعم مراقي جدا وشوفوا اللون اللون كمان طالع عامل ازاي هاتي كمان كده شوفوا اللون ما شاء الله شوفوا اللون هاتي هاتي حاجة عظيمة هاتي اللي بقى التانية حاجة لو سمحت هاتي 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 التانية كده هاو شوفوا يا جماعة دي اللي بيستفاندي بقى اللي بيستفاندي بقى اختراع على فكرة اختراع جديد يعني انت عملناها الاول على من غير ما نحط السكر والسكر ده بيساعد ان ينزل المية وكده شوفوا منظرها لا 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 هي بفاكلة وهي بلها طعم مختلف خالص صبعا هي يما تبرد هتبقى اجمل والازف الطعم يا جماعة انت تاخد بس احيطة مربة الصلحة او حيطة اشطى يا الله يا الله انا هنعبها في البرطمانات هنعب برطمانين عشان احنا الوقت السابعة الثلاثة الفجر بصراحة هنعب برطمانين ونورها لكم خلاص وكيب انتو الف الف هنا او شوفا علي قلبكم وكده يا جماعة هو تقلدية المربط اللي هي معمولة بعصير البرتوان خلاص هنعبناها هنا بالشكل ده وهنعبها ان شاء الله في برطمانات زي دي هتحفزوها في التلاجة ولا يجرى لها اي حاجة ولو انت حبيت حبيت الكمية كبيرة وعند تحط في كيس ممكن تحطها في كيس بقى في الفرزة بعدما ايه؟ تبرد حاجة تانية برد وانه وطبعا لازم تتغطى يعني ايه انت تعبيها كده وتقوم نغطيها كده يعني تغطي بقى تغطيها برد خليكم معانا بقى منشوف المربة اللي بعدها هنجيبها بقى كمان النوع التاني نعبيها بردو ونشوفه ده البرطمان اللي هو التاني يا جماعة اللي معمول بالعصير للسفندي اللي هو اصلا معمول في اول ما بدأنا الفيديو طبعا انت تتبعانا في الفيديو اكيد تتبعينه الفيديو اللي هو معمول في اول الفيديو انه هو مش محطوط عليه السكر في الاول ده اللي محطوط عليه السكر في الاول ده اللي محطوط عليه السكر بعدما يجي ساعة او ساعة وشوية وقعدت المربة دي على النار يا جماعة من خمس ساعات ونص 6 ساعات طبعا انت تتابع وتعملها عشان تطلع معك كويسة وانا كده مبسوص جدا ان انا عملت الفيديو ده بصراحة واشوفكم بخير شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته